السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بحضراتكم في قناتكم قناة بنورامل الاعمال الخشبين ياريتي احبابنا قبل اي شيء متنسوش تعملونا لايك للفيديو واعجاب وللسه مشتركش اشترك علشان تدعمونا وعلشان نكمل ان شاء الله حاركوا عارفين وان القناة لسه في الاول محتاجين دعموكم ان شاء الله ان شاء الله النهار ده معانا مقطع ممائز جدا لصفرة كلاسيك او صفرة مودرن حاجة عالية او ما شاء الله الصفرة عبارة عن نيش ضلفتين زي ما احرقكم شايفين كده وبار ضلفتين وتلات دراج والبروز بتاعه او المراية يعني وصفرة ست كراسي والترابيزة الصفرة مدهونة لون رصاصي قافل في فضي طبعا مدهونة دهان دوك وفرن دهان وشطوة تشطيب عالي جدا الدهوك وفرن طبعا ما بغيرش كمان مشطبين الادراجة على عجل سحاب مرحلتين افتح لقدام حضراتكم الدرج ده عجل مرحلتين سحاب بيسهل حركة الدرج جدا وكمان قلب الدرج ازا ما حالكم شايفين من جوه مدهون مشطب تشطيب دوكو يعني الدرج من جوه مشطب تشطيب دوكو علشان لما تيجي تحط حاجة في الميش او في البر طبعا الحاجات ده مواصلة بقى كسات وصين وبايريكس وكلام ده كله بيحتاج حاجات دهان عالجت ده بردو النيش من جوه مدهون من جوه دوكو بردو الازاز ده عشرة ميلي تخيم يعني الازاز ده عشرة ميلي وتخيم زي ما حالكم شايفين كده اهوت ده تخين عشرة ميلي وكمان معمول في لازر اضاءة لازر جوه النيش الاضاء اللازر ده بتدي منظر جميل جدا ما شاء الله يعني مميزة جدا لما تفتح النيش مبسات لما تحط الكريستالات بقى كمان بتنور معك ده بردو دراج النيش نفس الحكاية بردو ده عجل سحاب مرحلتين يسهل حركة الدرج جدا يبقى سهل في الفتح والقفل ده ما شاء الله ادى الاضاءة من على بعد بيديها منظر جميل جدا وقادي الصفرة عبارة عن تربيزة وسيت كراسي الكراسي طبعا بتنجدها نظام كرمة الظهر كله كرمة وغرز طبعا غرز معمول فيها او كرمة معمول فيها زرير كريستال بتد منظر جميل جدا من على قرب تنجد ما شاء الله محكم جدا التربيزة كمان فاهم ميزة كمان القرص بتاع التربيزة فيه ميزة جميلة جدا ان فيه فجوة في النص دي ازا ما حاكم شايفين الخطوط اللي في النص دي فجوة ممكن تحت الازاز ترفع الازاز تحط كريستالات يعني اشيء كريستالات او اي شيء من عندك من الشقة او في عفش العروسة بتد منظر ده منظر البار من على بعد بالبراز بتاعه حاجة جميلة جدا تحفى لون اللون الرصاص القافل مع الفدي اللونين مع بعض بده منظر جميل جدا الوان جديدة خالص ومميزة ما شاء الله كمان الميزة في الصفرة دي هشكلها جديد مش معتاد اذا زي ما حاكم بقول لحضراتكم دي الصفرة انت ممكن حركة تحط في الفجوة دي ممكن ترفع الازاز زي ما حاكم شايفين كده من ده المنظر من اعلى هواد ممكن ترفع الازاز ده وانا بتحط كريستالات زي ما حاكم شايفين كده الكريستالات اللي هي تحت دي تحت الازاز بتده منظر جميل جدا ما شاء الله زي ما حاكم شايفين اللمع عالية جدا والازاز كمان ما شاء الله ناقل جدا ادى الكريستالات اللي هي في الكراسي زي ما بقول لحضراتكم مع ملعظم كرماء كابوتينية زي ما حاكم شايفين كده كورسي متقفل من ورا الظهر بتاعه نفس القماش ما فيش لا دبوس باين ولا خيط ولا خياطة ولا اي شي خالص كورسي متقفل تمام المنجد ما شاء الله مقفله تمام جدا طبعا احنا بفضل الله بنتعامل مع احسن الصناعية يعني ان كان الاستورجي اللي بيدين او النجار اللي معنا زميلنا اللي شغال معنا او الاستورجي او المنجد او بتاع الازاز طبعا معنا يعني مجموعة مميزة جدا ما شاء الله احنا طبعا هما بكاملونا بتبقى لهم لمسة بتساعدنا وبتديننا في النهاية شغل جميل يعني ده منظر نيش تاني يعني عاجبني جدا منظر نيش فاجبته تاني طبعا الاضاءة الليزرد ده عاملة شغولة جميل جدا كمان في ميزة اللي زم حركوا شايفين كده البار والنيش مرفوعين من على الارض في مسافة تحت الارض لو ست البيت عايزة تسيق او تمسح او اي شيء ده ما بيدايقها شيء يعني الفتالة او النظام المسح او ده الصفرة جميلة جدا ما شاء الله زم اقول حركوا النيش مرفوع عن الارض بحيث لو ست البيت عايزة تسيق او اي شيء بتبقى في مسافة بتبقى شغولها مرتاحة جدا ما بيدايقها شيء دي ميزة كمان عكس ما بتبقى طبعا الحاجة على الارض على طول والخشب بيتبل مياء وكده وبيأثر عليه ده البار جميلة جدا ما شاء الله والوانها كمان عجبنا الوانها جدا طبعا احنا كمان النظر المصداقية هنجيب له حركوا النيش على الابيض اهوان واحنا لسه بنصنعه علشان تبقوا شايفين الخشب على الابيض علشان تبقوا واسقين في الخام اللي احنا عمليها بفضل الله احنا عندنا العملاء العملاء بتوانا يعني واسقين فينا وعارفين شغل لنا كويس وبقوا معنا دايما في الورشة وعارفين الخامات اللي احنا بنحطها اه خشب بفضل الله سويد اه الابيكاش كمان بنجيب السهل اللي هو تاتة ميلا بميجيبش احنا الصيني خالص بفضل الله يعني طبعا معنا احمد ده ما شاء الله صنايا معنا ببو شغال معنا الو جميلة جدا ولمسيته حلوة كمان معنا في الشغل ده الدراجة على العجل زي ما قلنا لحضراتكم ده الدراجة هي زي ما حرككم شايفينه خشب على البيض احنا قلنا نجيب الفيديو على البيض علشان يبقى يعني كمان فيه مصدقية قدام حرككم لو انتوا بقوا انتوا واسقين في الخشب وفي الخامة بتاعتنا قبل ما بنشطبهم يعني ده بتدي اريحية اللي الزبون بيبقى شايف واسق في الحاجة ده العجل طبعا اول طبعا احمد مبسوط لان الشغل بيبقى جميل وبشرف يعني الشغل ما بكون جميل بيشرف الصنايع وبشرف صاحب الورش ده الليه ان شاء الله بيبقى طبعا احنا الحمد لله احنا واسقين في نفسنا والناس واسق فينا بس احنا بنجيب له عربكم من باب التأكيد بس وما تنسوش يا جماعة تعملونا لايك للفيديو وتدعمونا علشان نشجع ان شاء الله ونكمل شغلنا كمان على اليوتيوب معكم ان شاء الله ولو في اي استفسار او اي شي تكتبه لنا في التعليقات وان شاء الله نردها لها لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته